أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي لشغل نوردين الطبوبي عن تحرك احتجاجي مرتقب لنقابي قطاع النقل رفضا للضرائب في الثلاثين من الشهر الجاري وقال الطبوبي أن النقابيين مستعدون للنزول إلى الشوارع إذا تدهرت القدرة الشرائية للعاملين وأضاف أن الاتحاد يرفض تحميل المواطنين مزيدا من الأعباء الضريبية لتعبئة ميزانية الدولة للعام المقبل وفق تعبيره معنا من تونس عضو البرلمان التونسي السابق عبد العزيز القطي سيد عبد العزيز مرحبا بك معنا هذا التلويح بالإضراب العام الذي لوح به الاتحاد العام التونسي لشغل هل هو مهني بحث أم ثم ترائحة سياسية مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة مساء النور تحية لك ولكل مشاهدي قناة سكاي نيوز بطبيعة الحال الاتحاد العام التونسي لشغل هو يقوم بدوره الطبيعي ودوره التاريخي الاتحاد العام التونسي لشغل يدافع أولا قبل كل شيء على منظوره ثانيا هو كذلك صوت عالي لأشعب التونسي عندما يحس الاتحاد بأن هناك تهديد خاصة لقوت التونسيين أو للمقدرة الشرائية نعرف جيدا بأن اليوم تونس تعيش أزمة اقتصادية خانقة هناك غلاف الأسعار هناك شحف العديد من المواد هناك ميزانية بصدد الأعداد ولا ربما المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية قد يكون فيها بعضا من الزيادات في الأداءات أو تحميل عباء مالية على المواطن هناك اتفاق مع صدوق النقد الدولي فيما يخص ما سيقدمه لمدة أربع سنوات بقيمة 1.9 مليون دولار ولا نعرف إلى حد الآن ما هي خفايا أو ما هي خبايا هذا الاتفاق هناك وضع اقتصادي بطبيعة الحال داخلي هناك أسباب داخلية هناك أسباب دولية كل هذا يجعل اليوم المقدرة الشرائية مهددة وعلى الاتحاد العام التونسي شغل أمام غياب الحلول من قبل الحكومة ومن قبل رئيس الجمهورية إلى حد الآن أن يقوم بدوره وهو الدفاع على منظره أولا وكذلك على الشعب التونسي ويكون ذلك بالمفاوضات بطبيعة الحال وكذلك ببعض الطرق أو الأساليب الاحتجاجية الأخرى التي يراها الاتحاد صالحة في وقتها ولكن سيد عبد العزيز الوضع استثنائي جدا كما بكرت آنفا وهناك حساسية في خروج أي تظاهرات أي احتجاجات قد تزيد الطين بلة في الوضع التونسي ألا يفترض على الاتحاد العام التونسي للشغل أن يتصرف بحكمة أكبر من أنه يدعو الاحتجاجات قد لا تكون محسوبة العواقب بطبيعة الحال الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حد الآن لم يقرر ذلك نهائيا ولم يعلن على أجند التحركات أو احتجاجات وإنما هو لوحة بذلك هي عمليات ضغط ربما لمزيد وضع الحكومة ورئيس الجمهورية أمام مسؤوليتهم ولا ربما كذلك الدعوة لحوار يكون حوار جدي خاصة مع الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إيجاد الحلول من أجل ربما تغيير بعض القرارات أو إيجاد بعض الخيارات الجديدة من أجل الخروج من الأزمة خاصة وأن الاتحاد العام التونسي للشغل يرى جيدا بأن هناك احتقان اجتماعي بأن الوضع ربما يزيد تأزما خاصة في شهر ديسمبر وهو معروف شهر ديسمبر وشهر جانفي في تونس هو شهر الاحتجاجات وكذلك الانتفاضات الشعبية كل هذا يجعل الاتحاد أمام مسؤوليته ويتحمل ذلك ببعث رسائل إلى رئيس الجمهورية وإلى الحكومة وهنا أريد أن أسألك سيد عبد العزيز سيد عبد العزيز اسمح لي في أقل من دقيقة رجاء أن تجيبني عليه لأنه انقضى الوقت يعني طالما ذكرت الحكومة يعني كيف نتوقع أن تتصرف الحكومة مع التلويح بالإضراب هذا وهل يمكن أن تقدم أي شيء للاتحاد العام من أجل تطويق هذا المشكل المتوقع أظن بأن الحكومة ليس لها الكثير من الحلول وربما ستكون هناك جلسات مع الاتحاد العام التونسي للشغل المسألة الأخرى هناك تعويل كامل على ما سيقدمه صندوق الدولي ولا نعرف متى من القرض وكذلك غياب استراتيجية واضحة من قبل الحكومة من أجل مجابهة كل هذه الأزمات المالية والاقتصادية ولا ربما أظن أنه من الصالح اليوم الجلوس الحكومة مع المنظمات العريقة كالاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف من أجل المساعدة ومن أجل تحرير ورقة عمل من هنا إلى الأشهر القادمة للخروج لربما أو لتخفيف هذه الأزمة خاصة الأعباء على المواطنين الذين أصبحوا اليوم يشعرون فعلا بأن هناك مشكل أساسي يتمثل في غياب حلول واقعية وهناك ارتفاع في الأسعار كبير جدا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز القطي عضو البرلمان التونسي السابق كنت معنا من تونس شكرا لك